سبعة الخير على كل سيدة المشاهدين اللي بيشوفونا يوم جديد نهاركم سعيد نهاردة 5-8-2019 احنا موجودين مع حضراتكم على مدار ساعتين على الهواء مباشرة يوم لتنين وفكرات متنوعة بس محونا طبعا في البداية ان احنا نقدم خالص تعزينا لأسر ضحايا حادث معهد الأورام وربنا يشفي كل المصابين ويحفظ مصر من كل سوق سبعة الخير يا عشر سبعة الخير دينا سبعة الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركم دايما سعيد مليان بالأمل والتفاؤل طبعا زي ما قالت دينا خلص العزاء للمتوفيين في الحادث طبعا النائب العام ارسل رجال التحقيقات للحادث لمعرفة ايه الاسباب الرئيسية وطبعا فيه الأدلة الجنائية موجودة هناك لبرده البحث هذا الموضوع وزيرة الصحة ان شاء الله هتطلع وتقول العدد الحقيقي والنهائي لحد دلوقتي بيقوله 19 متوفي و21 مصاب خالص العزاء المتوفيين وان شاء الله بإذن الله المصابين يقوموا بالسلامة بإذن الله تعالى حضراتكم النهاردة عندنا منفقرات متنوعة فضالة دينا خلينا نبدأ على طول مع حضراتكم ويمكن في فصل السيف دايما كل الاهالي بيسعوا دايما ان يكون عند ابناءهم في بعض تنمية المهارات فعشان كده هيكون معنا كيفية دعم وتنمية مواهب الابناء وهيكون معنا استاذة راما عباسي وهي خبير تربوي ومدرب أسري حضراتكم يوم 30 و31 سبعة كان في المؤتمر الخاص أو منتدى الشباب الوطني في العاصمة الإدارية الجديدة واللي حضروا السيد الرئيسة فتاح السيسي وتحدث في المنتدى والشباب والسيد الرئيس عن كثير من الموضوعات اللي بتدور في أذهان الشباب حضراتكم النهاردة هيشرفنا في الستوديو اتنين من الشباب اللي شاركوا في هذا المنتدى نتكلم معاهم أكثر وأكثر إزاي انضموا لهذا المنتدى إيه الخبرات اللي اكتسبوها إيه المواضيع اللي اتكلموا فيها إيه أهم المواضيع اللي شغلة الشباب بشكل عام في جمهورية مصر العربية ضيوفنا عمر عبدالباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وسكرتير الهيئة الوفدية لحزب الوفد وإبراهيم التهامي أمين عام شباب حزب حقوق الإنسان والمواطنة وعدو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حيكونوا معانا ونفهم منهم أكثر وأكثر كمان هيكون معانا فقرة عن ابتكارات لحفلات الأطفال ودفتنا هتكون أستاذ إيمان مؤمن وهي منظمة ديكورات لحفلات الأطفال ومصممة ماسكات ولوح كمان هنتكلم طبعا إزاي ممكن نصمم لوحات وتصميم ألعاب كمان للأطفال وتعليمها كمان للأطفال حاجات كرافتس يعني ومثالي الحاجات دي بيستهوي جدا للأطفال وبيطلع كل التقاط الإبداعية اللي عندهم ومثالي فقرة جميلة جدا حضرتكو النهاردة كمان عندنا فقرة خاصة اسمها فكرة اسمها أمانكو أو يعني بيسموها مبادرة اسمها أمانكو ايه مبادرة أمانكو؟ خاصة أن هي بتدور حوالين إزاي نستغل النفايات والقمامة اللي ممكن تكون موجودة في شوارعنا أو موجودة في أي مكان ممكن نستغلها إزاي ونستثمرها إزاي وانتكلم مع الأستاذ محمود جمال صاحب فكرة مبادرة أمانكو هنسيب حضراتكو دلوقتي مع رياضة ومع أنا كابتن سيف خالد وبعد التمرينيات المهمة جدا بص أنا مش متأكدة أنا لازم الإحماء على الصدق أوكي دهيل نتخذ مساعدة أوكي نبدأ مع حضراتكم ونقابلكم بس بعد طبعا تقرير رياضة صباحا خير